وزارة الداخلية بتعلن عن قبول دفعة جديدة من معاهد معاوني الأمن باب التقدم هيتفتح يوم 18 من الشهر الجالي 18 مايو لحد يوم 27 من شهر يونيو والتقديم بيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت نشوف مع حضراتكم التقرير من بعد وفاصل وعودة مرة تانية لخلاصة السوشال ميديا والصحافة بعد النجاحات التي حققها معاوني الأمن في منظومة العمل الشرطي بانضباطهم وما يتمتعون به من مهارات تدريبية وبدلية وقتالية عالية اكتسبوها خلال فترة دراساتهم التي يخضعون فيها لبرامج تدريبية ذات معيير عالمية واستمرارا لهذه النجاحات صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور بمعاهد معاوني الأمن وفقا لضوابط ومعايير محددة اعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح باب قابول الدفعة العاشرة بهذه المعاهد تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة او ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من الزكور فقط وفقا للقواعد التالية أن يكون المتقدم مصر الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها أن يكون محمود السيرة حسن السمع ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معحد آخر لأي سبب من الأسباب ألا يقل الطول عن 170 سنتيمتر ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة بهيئة الشرق أو بأي من جهات الدولة الأخرى ألا يكون متزودا أو سبق له الزواج وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن مواعيد التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت خدمات معاوني الأمن يتم التقدم من خلال صفحة خدمات معاوني الأمن على موقع وزارة الداخلية بشبكة المعلومات الدولية اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 18-05-2024 حتى مساء يوم الخميس الموافق 27-06-2024 وستجرى الاختبارات بمعهد معاوني الأمن بطرة ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة ومعهد معاوني الأمن بستة أكتوبر بالجيزة ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج وتؤكد وزارة الداخلية على راغب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لذلك والتواصل مع المعاهد المقررة بالإعلان مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن عام ونصف يخضع فيه الدارسون لبرامج تدريبية متطورة ترفع كفاءتهم البدنية والرياضية والقتالية لتأهيلهم للعمل بمختلف المواقع الشراطية باحترافية وكفاءة عالية تؤكد على الوجه الحضاري والانضباطي للشرطة المصرية